السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة ارجعنا في فيديو جديد وهو تغيير ضغط الغاز بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بلاشتراك في القناة وتفالي زر الجرس والعايقات والفي تعلاقات عشان نقدم كل موه جديد نبتلي بسم الله الرحمن الرحيم المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة واحد الضغط اثنين العوامل المؤسرة على تغيير ضغط الغاز ثلاثة اهم قوانين ضغط الغازات اربعة تطبيقات ضغط الغازات النقطة الاولى الضغط يعرف الضغط بشكل عام بانه مقدار وزن عمود الهواء على وحدة السطح ويقاس الضغط بوحدة البسكال ويرتبط مقدار الضغط بالعديد من العوامل التي تؤثر بعلقات طردية او عكسية على ضغط الغاز وهناك العديد من العلماء الذين درسوا ضغط الغازات ومن اهم العلماء العالم بويل والعالم غايل النقطة التانية العوامل المؤسرة على تغيير ضغط الغازات تعرف الغازات على انها مجموعة من الزرات او البزيئات التي ترتبط مع بعضها البعض والتي تنخفض بينها قوة التجاذب ونتيجة لذلك في انها تمتلك طاقة حرقية عالية كما تمتلك القدرة على اتخاذ شكل الحيز الذي تشغله ومن اهم العوامل التي تؤثر على تغيير ضغط الغاز ما يأتيه حجم الغاز يتناسب ضغط الغاز تناسبا عكسيا مع حجم الغاز حيث كلما زاد حجم الغاز قل ضغطه وذلك نتيجة لزيادة المسافة بين الجزيئات على وحدة السطح اتنين حجم الحيز يتناسب ضغط الغاز تناسبا عكسيا مع الحيز حيث كلما كان حجم الحيز اصغر كان ضغط الغاز اكبر تلاتة درجة الحرارة تتناسب درجة الحرارة للغاز تناسبا طردية مع ضغط الغاز وذلك نتيجة لزيادة الحجم النقطة التالتة اهم قوانين ضغط الغازات قانون بويل ينص على انه عند درجة حرارة سابتة فان الضغط يتناسب تناسبا عكسيا مع الحجم يمكن تمثيل القانون رياضيا كما يأتي BV بيساوي K أو K بيساوي BV حيث ان B بيساوي ضغط الغاز V بيساوي حجم الغاز K بيساوي ثابت الغاز القانون الثاني قانون شرل ينص على انه عند ضغط ثابت فان حجم الغاز يزداد بعلاقة خطية مع درجة الحرارة ويمكن تمثيل القانون الرياضي كما يأتي V بيساوي KT حيث أن V بيساوي حجم الغاز K بيساوي ثابت الغاز T بيساوي درجة الحرارة القانون الثالث قانون دلت للغازات هو قانون يعني بالضغوط الجزئية للغازات ولازي نص على أن مجموعة ضغط الكل لخليط من الغازات يساوي مجموعة ضغوط الجزئية لكل غاز على حدة قانون غايلوساك ينص على أن ضغط كمية محددة من الغاز تتناسب طرديا مع درجة الحرارة يستمع إبقاء حجم الغاز ثابتا ويعبر رياضيا عن أن القانون كما يأتي B1 على T1 بيساوي ب2 على T2 النقطة الرابعة والأخيرة تطبيقات ضغط الغازات تمت الاستفادة من دراسة ضغط الغازات والعوامل المؤثرة عليها في العديد من مجالات الحياة مثل استخدام ضغط الغازات في عمليات التبريد والتجميد كما تمت الاستفادة منها بالعلوم الحياتية والطبية وكانت الأساس في استعمالات المناطيد الهوائية وبكده جماعة يكون الفيديو انتهى معنا النهاردة بالطائرية متلسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايقات واللافية علاقات عشان نقدم كل ما هو جديد نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة